قراءة القرآن الكريم إما أن تكون بصوت عالي مسموع جدا وإما يكون بصوت منخفض وإما يكون بتحريك الشفاء وإما يكون بدون تحريك للشفاء اللي هو نظر العين فقط قراءة نظر للعين أما الأولى فلا بأس بها خاصة إذا لم يكن يزعج غيره أو والثانية كذلك أما الثالثة وهي أن يقرأ القرآن يحرك شفته فقط وهذه فيها أجر عند الله لكن ليس كالذي يقرأه بصوت لأنه خاص الذي يقرأه بصوت يطبق أحكام التجويد ويقرأ القراءة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي يحرك شفته فقط هذا غالبا لا يحقق أحكام القراءة من التجويد وغيره أما الذي يقرأ بعينه فقط ولا يحرك شفته فله أجر قطعا في هذا الأمر خاصة إذا كان يتدبر ينظر للآيات يتدبرها وكذا لا بأس بذلك طيب لكن لا يأخذ أجر من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه في كل حرف حسنة والحسنة سبعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا بالنسبة لمن يقرأ ويحرك شفته والعلم عند الله جل وعلا أما الذي يقرأ لا يحرك شفته فقط نظر ينظر هكذا هذا له أجر إن شاء الله النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وتأمل آياته فيه أجر خاصة إذا كان الإنسان هذا يتدبر كلام الله جل وعلا لكن يفوته أجر القراءة صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يكثرون من قراءتي بل ويحفظونه ومن يقال له يقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها والله أعلم وصلى الله وسلم وبركاته بنا محمد